نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلمات ضياء رشوان وبصورة قاطعة مزاعم تحصيل الرسمي لأي رسوم إضافية على القادمين من غزة وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية موضحا أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة وفقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانئ البرية وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أي زيادة مطلقة أضاف رشوان أنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأشقاء في فلسطين في قطاع غزة عبر منفذ رفح البري لا تقل مساهمة مصر فيها عن 70% وهي تصل حاليا يوميا إلى ما يزيد عن 150 شاحنة منها 6 شاحنات وقود وبالتالي فليس من المنطقي أن مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته من أجل التخفيف عن ومن معاناة أشقائنا الفلسطينيين ليس من المنطقي أن تسعى لإضافة أي أعباء عليهم وهم في هذه الظروف الكارثية كما يحاول البعض الترويج لهذا خلال الفترة الأخيرة أكد رشوان على أن مصر قد رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة لاستجابة أو الردوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القصري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها وأن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا يتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين أو بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية وناشد رشوان كل الأشقاء الفلسطينية في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح من أي متربح بقضيتهم الإختار الفوري للجهات الأمنية المصرية المتواجدة في المعبر شكرا شكرا